الموضوع الاول الرئاسة مصر لدورة الاتحاد الافريقي اللي اتسلمها الرئيس عبد الفتاح السيسي في اسيوبيا في ادس ابابا منذ ايام بنعتبر ان هذا انتصار كبير جدا للدبلوماسية المصرية وللسياسة المصرية مصر بعد 30 يونيو حضرتك عارفين كان حصل مشاكل كتيرة جدا لها كان من ضمن هذه المشاكل اسقاط عضوياتها او تعليق عضوياتها في الاتحاد الافريقي كون مصر ترجع بعد الفترة الوليلة دية الموجزة دية تعود مرة اخرى الاتحاد الافريقي ثم تعود الى قيادة الاتحاد الافريقي وانها تكون رئيسة الدورة الحالية في الاتحاد الافريقي انا بأكد�ي انتصار للقيادة المصرية وانتصار للدبلوماسية المصرية الحاجات دي لا بتجيش عشوائي ولا تجي كده يعني بسهولة الحاجات دي وراها مجهود ضخم جدا بذل من الخارجية ومن القيادة المصرية اللي وصلنا لمرة أخرى إلى المقعد في الاتحاد الأفريقي ثم قيادة الاتحاد نفسه في المرحلة دي ده معناها أن مصر تبوأت مكانتها الحقيقية واللي هي تستحقها في الاتحاد الأفريقي وبالمناسبة الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما احنا ملاحظين مهتم جدا بأفريقيا وإحنا شايفين أن أفريقيا بالنسبة لنا أمن قومي ومصر بالنسبة لأفريقي هاي البوابة الكبيرة بتاعتها والشقيقة الكبرى لكل دول أفريقيا فالتعاون الأفريقي ده يكون مسمر جدا على المجتمع المصري وعلى القارة الأفريقية فأنا بهني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبهني الدبلوماسي المصرية وكل اللي اشتغل في هذا الموضوع بهنيهم على تبوء مصر هذه المكانة الرفيعة وزي ما حالكم شايفين في الصورة دي الدولة قادة أفريقيا ومعهم الرئيس عبد الفتاح السيسي في صورة إسجارية بعد اجتماعهم في أديس أبابا منذ عدة أيام الموضوع الثاني وانا هترك لبنا المجال برضو انه يعلق على ثلاث موضوعات مع بعض ان شاء الله